في السنة التاسعة للهجرة ويصح أداء العمرة طوال أيام السنة بمعنى أنه لا وقت محدد لها باستثناء أيام الحج والعمرة تختلف عن الحج إذ أن الحج ركن من أركان الإسلام وواجب على كل مسلم قادر كما أنه له وقت محدد لأداء مناسكه وهذا عكس العمرة تبدأ مناسك العمرة بأن يقوم المعتمر بالإحرام من المواقيت المحددة ثم التوجه إلى مكة المكرمة ودخول المسجد الحرام يقوم المعتمر بعد ذلك بأداء الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة وتنتهي المناسك بالحلاقة أو التقصير أما خطوات العمرة للمرأة فهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتحلل من الإحرام وأن يكون مع المرأة محرم وأن لا تكون المرأة في فترة العدة ويجوز للمرأة في العمرة أن تلبس ما تريد من ثيابها المباح لها لبسة دون التبرج بزينة ما وبشرط عدم التشبه بالرجال في لباسها أما عن العمرة في رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي وهذا الحديث صحيح أما عن العمرة